موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي درسنا اليوم يونت 6 لسن 5 اليونت السادس الدرس الخامس عنوان الدرس أذى سينما في السينما موجودة بصفحة 82 من كتاب الطالب صفحة 80 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب اللي اسمه الأستاذ طاعسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابع الابتدائي كذلك يتم نشر هذا الدروس عبر بيجنا على الفيسبوك الأستاذ طاعسين مدرس اللغة الإنجليزية اللي تقدرون تلقوه من خلال هذا المعرف صفحة 82 من كتاب الطالب مكتوب على الصفحة at the cinema في السينما listen and look استمع وانظر منطيني هاي الصورة لمجموعة من التلاميذ اللي ذاهبين للسينما وديشاهدون فيلم معين وبأسفلها مكتوب look at the picture انظر إلى هذه الصورة find these things جد هذه الأشياء منطيني مجموعة من الكلمات يختبرني يقول لي هل هذه الأشياء موجودة في الصورة إذا موجودة في الصورة أشر عليها فهذين كلمات للحفظ إملاء ومعاني هذين كلمات جدا مهمة مثل ما وضحنا بدروس سابقة إنه إذا طلب من عندي أن أحفظ إملاءها فمن الممكن نتجين على شكل حروف ناقصة أو حروف مباثرة أو يجيب لي فتصورة يدلي على الكلمة ويطلب من عندي أن أكتب إملاءها فالكلمة الأولى pop corn pop corn معناها فشار funny معناها مضحك film معناها فيلم هذه الكلمة نستخدمها باللغة العربية good robot معناها الروبوت أو الرجل الآلي الصالح أو الجيد أما ice cream معناها البوضة أو ice cream هي نفسيتها bad robot معناها الروبوت السيء أو الرجل الآلي السيء مثل ما موضح بالصورة جميع هذه الكلمات موجودة بالصورة فإذا تلاحظون pop corn هذا التلميذ يمسك بالpop corn اللي هو الفشار funny مضحك نلاحظ أن هذه الفقاعات الكلامية التلاميذ يضحكون إذن هذا الفيلم مضحك film film إذن هو هذا الفيلم بالسينما good robot روبوت صالح هذا هو الروبوت الصالح السمائي والice cream نلاحظ أن هذا التلميذ يمسك بالice cream والbad robot الروبوت السيء أو الرجل الآلي السيء موجود بالصورة اللي لابس اللون الأحمر هذا مجرد نشاط صفي لكن الكلمات اللي موجودة به هذه الكلمات يجب أن أحفظها إملاء ومعاني لأن كلمات جدا مهمة بالامتحان التحريري ننتقل إلى النشاط الآخر read yousif's email اقرأ الإيميل خاص بيوسف طبعا هذا النشاط للقراءة لكن يجب أن ننتبه ونفهم هذا الإيميل لأن بعد قليل راح تلاقينا أسئلة متعلقة بهذا الإيميل هذا الإيميل دازة يوسف دازة المن دازة إلهة تلميذة اسمها نادية to معناها إلى نادية إلى نادية subject الموضوع اللي دايحتي عنه بهذا الإيميل the cinema السينما فهنانا يقول لها hi Nadia مرحبا يا نادية نحن نعرف أن بداية الإيميل يجب أن يبدأ بتحية فمثلا كلمة hi أو hello زائدا اسم الشخص اللي دازل الرسالة hi Nadia مرحبا يا نادية yesterday البارحة i went to the cinema ذهبت إلى السينما went الماضي ما القو أخذناها بالدرس السابق i went with my mom ذهبت مع أمي dad أبي and brother وأخي i saw a film شاهدت فيلما about robots in a race عن الرجال الآليين في سباق race معناها سباق it was very funny كان مضحك جدا the good robot won the race الروبوت الصالح اللي هو بلون سمائي فاز بالسباق won الماضي ما الwin win يفوز won فاز won the race فاز بالسباق i had an ice cream حظيت بice cream and popcorn وفشار it was a great day كان يوما عظيما بالأخير كاتب اسمه يوسف بعد ما قرأنا الإيميل اللي دازة يوسف إلى نادية وافتهمنا مفرداته نجي الآن نحلل الأسئلة المتعلقة بـ read the email again اقرأ الإيميل مرة أخرى and find the answers وجد الأجوبة الأجوبة لهذه الأسئلة إذا ما تنتم تفتهم الإيميل تقدر ترجع الفيديو وتفتهمه زيان قبل ما تفدي بحل هذه الأسئلة number one أولا where did he go أين ذهب أين ذهب يوسف ذكرنا بالإيميل أن يوسف ذهب إلى السينما فشأقول أقول he لأنه هو شخص مذكر he went القول المعظماته went he went ذهب to the cinema ذهب إلى السينما he went to the cinema number two ثانيا what did he see ماذا رأى شنو الفيلم اللي شافه بالسينما ذكرنا أنه هو شاف فيلم عن الروبوتات الروبوت السيء والجيد في السباق فأقول he saw هو رأى saw المعظمة see see يرى saw رأى he saw a film شاهد أو رأى فيلما about robots عن الروبوتات أو الرجال الآليين in a race في سباق number three who did he go with who معناها من من الذي ذهب معه ذكرنا بالإيميل أنه ذهب مع أمه وأبو وأخوه صغير فأقول he went هو ذهب with مع his dad مع أبو mom أمه and brother وأخوه number four رابعا what did he have ما الذي حظي به شنو اللي أكله بالسينما ذكرنا أنه بالسينما حظي بالايس كريم والبوبكورن الفشار فأقول he had an ice cream and popcorn حظي بالايس كريم والبوبكورن أما السؤال الأخير فهو حالة يقول لي what was it like كيف كان يبدو كيف كان يبدو اليوم تقول it was a great day لقد كان يوما عظيما هذا ما يخص هذا النشاط بعد ما قررنا العيميل وافتهمنا مفرداته نحل الأسئلة المتعلقة به هذه الأسئلة يتم سؤالها شفويا داخل الصف كتحضير يومي فالتلميذ يحاول قدر المستطاع أنه يفهم الإيميل ويقدر يجاوب عن الأسئلة المتعلقة به قبل ما يذهب إلى الدرس أما النشاط الآخر ask and answer اسأل وأجب صارت أدي مجموعة من الأسئلة ومجموعة من الأجوبة فالأستاذ راح يختار تلاميذ اثنين تلميذ يسأل والآخر يجاوبه تلميذ الآخر يسأل والتلميذ الأول يجاوبه وهكذا فمثلا التلميذ الأول يقول أين ذهب؟ هذا السؤال يجاوبه يقول له ذهب إلى السينما وبعدها يقول له مثلا what did he see ما الذي رأىه؟ التلميذ الآخر يجاوبه يقول له he saw a film about robots رشاهد فيلما عن الروبوتات إلى آخره إذن هذا عبارة عن نشاط محادثة داخل الصف بعدما التلاميذ يحلون الأسئلة الأستاذ يختار تلاميذ اثنين تلميذ يسأل والآخر يجاوب عن مودي يعملون محادثة بداخل الصف ننتقل إلى كتاب النشاط read اقرأ use past verbs to make the story استخدم الأفعال الماضية اللي منطينيها بالصندوق بأعلى النص to make a story لكي تصنع قصة إذن هذه قصة لكن بيها فراغات هذه الفراغات أمليها بالكلمات الناقصة اللي منطينيها بأعلى النص فمثلاً أحاول أقرأ النص my name is Liz اسمي Liz yesterday البارحة at night في الليل I فراغ noise أنا فراغ noise ضوضاء شن الكلمة المناسبة للفراغ أو الفعل الماضي المناسب للفراغ أدور بالأفعال cleaned نظف غير مناسبة ate أكل كذلك غير مناسبة ذهب غير مناسبة saw رأى غير مناسبة looked شاهد غير مناسبة went مرة أخرى ذهب غير مناسبة said قال غير مناسبة went مرة أخرى غير مناسبة got غير مناسبة heard سمع I heard a noise سمعت ضوضاء نعم هذا أكثر خيار مناسب فأقول I heard a noise سمعت ضوضاء صوت عالي يعني يقصد به I فراغ out of bed أنا فراغ خارج السرير شن الكلمة المناسبة للفراغ أكيد كلمة got got out معناها خرجت خارج السرير and فراغ to the kitchen و فراغ إلى المطبخ شن الكلمة المناسبة للفراغ أكيد كلمة went ذهبت went to the kitchen ذهبت إلى المطبخ there was nothing لم يكن هناك شيء then بعدها I فراغ to the bathroom أنا فراغ إلى الحمام كذلك كلمة أخرى مناسبة للفراغ كلمة went ذهبت إلى الحمام there was nothing لم يكن هناك شيء then بعدها I فراغ to the living room أنا فراغ إلى غرفة المعيشة أو الصالة نسميها شن الكلمة المناسبة للفراغ كذلك كلمة went ذهبت إلى الصالة ذهبت إلى المطبخ ذهبت إلى الحمام what did I see ما الذي رأيته في غرفة المعيشة I فراغ my baby sister أنا فراغ أختي الصغيرة شن الكلمة المناسبة للفراغ أكيد كلمة saw رأيت I saw my baby sister رأيت أختي الصغيرة sitting on the floor تجلس على الأرض she فراغ big cake هي فراغ كيكا كبيرة شن الكلمة المناسبة للفراغ أكيد كلمة had she had a big cake حظيت بكيكا كبيرة كان بيدها كيكا كبيرة in her hand في يدها she فراغ at me هي فراغ علي شن الكلمة المناسبة للفراغ أكيد looked نظرت نظرت علي أو نظرت إلي and smiled وابتسمت she فراغ that she was hungry هي فراغ بأنها كانت جائعة شن الكلمة المناسبة للفراغ أكيد said قالت قالت بأنها جائعة كانت جائعة she فراغ all the cake هي فراغ كل الكيك شن الكلمة المناسبة للفراغ أكيد كلمة ate أكلت هي أكلت جميع الكيك we went to the bathroom ذهبنا إلى الحمام she فراغ her teeth هي فراغ أسنانها شن الكلمة المناسبة للفراغ أكيد كلمة clean نظفت نظفت أسنانها we went back to bed وعدنا إلى السرير إلى النوم هذا ما يخص هذا النشاط مجرد يريد دربني على استخدام ذن الأفعال اللي ذكرنا بدروس سابقة أن أفعال مهمة جدا أني أحفظ ملاءها ومعانيها أحاول كل فترة أحفظ مجموعة أفعال كل يوم والتي تكون ثلاثة أفعال أو أربعة على المدى أقدر أحفظ أكبر قدر ممكن من الأفعال أن أفعال جدا مهمة بالامتحان التحريري وكذلك مهمة بالمراحل القادمة ننتقل إلى النشاط الآخر write the past verbs أكتب الأفعال الماضية منطيني مجموعة من الأفعال لكن شنو؟ أفعال مضارعة بالوقت الحاضر يريد الصيغة الماضية إلها مثل ما وضحنا قبل دقيقة أنه يجب أن أكون حافظ إملاء الأفعال بصيغتهم الماضية لأنها مهمة جدا بالامتحان هذا التمرين اللي ممكن يجي الصيغة من عندها بالامتحان أكتب عليه السؤال مملاء مهم جدا أحاول قدر المستطاع أحفظ الصيغة الماضية لهذه الأفعال يعني كل فعل أعرف شون أحاوله للماضي سواء كان قياسي أضيف لأيدي أو غير قياسي يتحول جذريا مثل ما وضحنا بدروس سابقة فمثلا نمبر وان أولا كلين ينظف شون الماضي مالتا هذا الفعل قياسي مجرد أضيف لأيدي يتحول للماضي فأقول كلين نظف نمبر تو ثانيا ايت يأكل شون الماضي مالتا أكيد الفعل ايت هذا الفعل غير قياسي ما اضفت لأيدي وأنه ما تحول جذريا نمبر ثلاثة قول يذهب هذا الفعل هو يلاقانا بخلال هذا الدرس الماضي مالتا وينت ذهب نمبر فور رابعا سي يرى الماضي مالتا سو رأى نمبر فايف خامسا لك ينظر هذا فعل قياسي مجرد أضيف لأيدي صير لكت نظره سي يقول الماضي مالتا قال قت يحصل الماضي مالتا قوت حصل معناها يسمع الماضي مالتا سمع هذا ما يخص هذه الأفعال سؤالم لا جدا مهم من الممكن بالمتحان يجيب لي يقول لي مثلا clean حولتها للماضي صارت cleaned السي إذا أردت حولها للماضي شا سوي لها فلازم أعرف أن السي الماضي مالتها ماضي في الهائدي هذا خطأ وأنه ما أحاوله جذريا لأنني حافظ الأفعال وصيغتهم الماضية أما النشاط الآخر read the sentences اقرأ هذه الجمل underline the words that answer the question word ضع خط تحت الكلمة التي تجيب على السؤال هذا النشاط شوي صعب يحتاج التركيز مثلا number one they had eggs bread and cheese for breakfast منطيني what نحن نعرف أن ال what تسأل عن الشيء الغير عاقل أو عن الفعل فبهذه الجملة شنو الشيء الغير عاقل أكيد كلمة eggs bread and cheese eggs البيض bread خبز cheese جبن فهنان يسأل يقول له مثلا ماذا حظوا على الإفطار إجابة يقول له حظوا أو أكلوا على الإفطار بيض وخبز وجبن number two ثانيا my brother went to the park on saturday أخي ذهب إلى المتنزة يوم السبت وخال لي where أين إحنا نعرف أن أين تسأل عن المكان وين اسم المكان بهذه الجملة saturday سبت هذا زمان park متنزة هذا اسم مكان فأوضع خط تحت to the park إلى المتنزة فلما نسأل أقول له where did your brother go أين ذهب أخوك رح يجاوبني my brother went to the park أخي ذهب إلى المتنزة number three ثالثا my baby sister went to bed at 7 o'clock أختي الصغيرة ذهبت إلى السرير أو ذهبت إلى النوم في الساعة السابعة نعني أقول لي what time ما الوقت فهذه الأداة عن شن تسأل تسأل عن الوقت إذن أوضع خط تحت at 7 o'clock إذن أوضع خط تحت الكلمات التي تجاوب على أداة السؤال لمنطينيها number four رابعا my aunt went to the cinema on a Friday عمتي ذهبت إلى السينما يوم الجمعة كذلك منطيني where وين معناها عين وتسأل عن المكان وين المكان بالجملة أكيد to the cinema إلى السينما هو اسم المكان number five خامسا كريم clean the car كريم نظف السيارة وخالي أداة السؤال who هو معناها من تسأل عن العاقل إذن وين الشخص العاقل بالجملة الشخص العاقل هو كريم فوضع خط تحت كريم number six سادسا they made rice and chicken for dinner صنعوا الرز والدجاج من أجل العشاء حط لي أداة السؤال what what قلنا ماذا وتسأل عن الغير عاقل شنو الغير عاقل بالجملة أكيد كلمة rice and chicken الرز والدجاج هذا ما يخص هذا النشاط التمرين اللي بعده متعلق به يقول لي write the missing question words اكتب أدوات السؤال المناسبة المفقودة في هذه الجملة هنا شون أخلي أداة السؤال المناسبة أرجع التمرين السابق وتأكد فمثلا number one did your brother go on saturday فأحاول فأحاول ألقي أدوات السؤال المناسبة لهذه الجملة من خلال التمرين السابق فإذا تلاحظون بالجملة الثانية يقول لي my brother went to the park on saturday هنا جاوبني يقول لي أخي ذهب إلى المتنزف يوم الجمعة إذن الأداء المناسبة لهذا السؤال هي الأداء where فأخلي where صار أدي سؤال where did your brother go on saturday أين ذهب أخوك يوم السبت الجواب مالت my brother went to the park on saturday أخي ذهب إلى المتنزف يوم السبت number two ثانيا فراغ did your baby sister go to bed فراغ أختك الصغيرة إلى النوم خلي نشوف بالتمرين السابق يا جملة مناسبة ومشابه لهذه الجملة فأحاول ألقي my baby sister hi my baby sister went to bed at seven o'clock شنة تسؤال what time فأقول what time did your baby sister go to bed ما الوقت الذي تذهب فيه أختك الصغيرة إلى النوم فالإجابة على هذا السؤال صار عندي سؤال الإجابة عننا my baby sister went to bed at seven o'clock أخت صغيرة ذهبت إلى النوم الساعة السابعة number three ثالث فراغ clean the car for his father أحاول كذلك ألقي الجملة المشابه لهذه الجملة بيها car سيارة فأقول كريم clean the car كريم نظف السيارة شنة الأداة المناسبة who صارت هذه جملة أو سؤال مناسب who clean the car for his father من الذي نظف السيارة لأبوه فأقول الجواب المناسب لهذه السؤال كريم clean the car كريم نظف السيارة number four رابعا did they make for dinner فراغ صنعوه إلى العشاء كذلك الجملة المشابهة لهذه الجملة الجملة الأخيرة they made rice and chicken for dinner صنعوا الرز والدجاج للعشاء شنة نادات المناسبة what what did they make for dinner ما الذي صنعوه للعشاء they made rice and chicken for dinner صنعوا الرز والدجاج من العشاء number five فراغ did they have for breakfast فراغ حظوا على وجبة الأفطار شنة نادات السؤال المناسبة للفراغ أرجع للتمرين السابق أشوف الجملة الأولى they had eggs bread and cheese for breakfast حظوا ببيض وخبز وجبن على الأفطار الأدام مناسبة what number six فراغ did your aunt go on friday فراغ عمتك ذهبت يوم الجمعة شنة السؤال المناسبة للفراغ أرجع للتمرين السابق ألقى هذه الجملة my aunt went to the cinema on friday عمتي ذهبت إلى السينما يوم الجمعة الأدام المناسبة where فالصير where did your aunt go on friday أين ذهبت عمتك يوم الجمعة إجابة يقول إراجع لي استخدامات أدوات السؤال كل واحدة شن معناها وبشن أقدر أستخدمها بجمل الاستفهام هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بمجموعة من الكلمات المهمة بداية الدرس المتعلقة بالسينما كلمة pop corn فشار ice cream film cinema إلى آخره وقلنا ذلك كلمات يجب حفظها ملاع ومعاني لأن مهمة جدا بالامتحان التحريري أحاول قدر ما استطاع أحفظ ملاعهم لأن من الممكن أن تجي بالامتحان على شكل حروف ناقصة أو حروف مباثرة أو يجيب لي صورة الكلمة ويطلب من عندي أن أكتب ملاع الكلمة كذلك أخذنا بإيميل قررنا الإيميل ووضحنا مفرداته وجاوبنا على الرسل المتعلقة بي وقلنا أن هذه الرسل من الممكن أن أستاذ يسألها بداخل الصف كتحضير يومي بالإضافة إلى ذلك راجعنا أدوات السؤال كل واحدة بشنو نستخدمها وشنو معناها وشلون أقدر أجاوب عنها ختاما شكرا لمتابعتك من الفيديو أي سؤال وصف سارة وظافة تحبوا ونتقدموها تقدرون تتواصلون ويا على حسابات الموجودة على الشاشة